في رسالة يهودة في صلاة مكتوب وَأَمَّا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْأَحِبَّاءِ فَابْنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى إِيمَانِكُمْ الْأَقْدَسِ مُصَلِّينَ فِي الْرُّوحِ الْقُدُسِ وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ لاحظ الكلام وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ مُنْتَظِرِينَ رَحْمَةِ رَبِّنَا يَسُوعِ الْمَسِيحِ لِلْحَيَاءِ الْأَبَدِيَّةِ فإذن محبة الله تحفظ عندما نعلن هذه المحبة أننا ملك الفادي ملك المسيح الذي أحبنا تعرفوا المحبة يعني مع أنه العالم اليوم صورة أنه أقول هذه الأشي أنه شوهت فكر المحبة اليوم في عيد الحب على طول بروح الفكر الجنسي وعلى فكرة أقولها مرة أخرى أنه 80% من الشعب العربي يقال عنه نحن شعب متدين وللأسف 80% من الشعب العربي بفوت على المواقع الإباحية ليه؟ تسمى محبة محبة من نوع ثاني محبة العشق والشهوة والزنا صورنا نسمى المحبة الحقيقية الإلهية تحت مسميات أخرى من عايد على بعض في الورود والشوكولاتة وهذا كلهم مش يعني ولكن إذا أدركنا عيد القديس فالنتين اللي هو استشهد أصلا بسبب إخلاصه وأمانته ومحبته فإذا تحركنا من هذا المنطلق أنه نحب الناس كلها بغض النظر ما يكونش عندنا عنصرية ما يكونش عندنا التمييز نحب الجميع شوف الله أحبنا بغض النظر الله أحبنا ونحن بعد خطاء يعني أعداء صلحنا مع المسيح وكمان بالخطية وعايشين الخطية ومنستمر في الخطية ومع كل هذا الله بحبنا محبته ما بتتغير لأنه طبيعة المحبة كيف تتغير طبيعة المحبة فإذن الرب أظهر أسمى أنواع المحبة من خلال التجسد إذ أخذ طبيعتنا مثل ما ذكرت ما عدام الخطية محبة الرب ظهرت من خلال التضحية بذاته بموته على الصليب فالصليب ليس ضعف كما يظن البعض عندما تنظر إلى يسوع المسيح المصلوب أنت تنظر إلى أجمل إلى أسمى إلى أنقى إلى أرقى إلى أعلى مستوى محبة وهو على الصليب عم بيغفر الخطايا وهو على الصليب يقول من أجلك من أجلك من أجلك أنت فالصليب ليس ضعف والمحبة ليست ضعف المحبة قوية المحبة منتصرة المحبة تغير المحبة تخلق المحبة عظيمة إنها محبة أسمى أنواع المحبة ظهرت ونحن ننظر إلى شخص المسيح وهو معلق على الصليب أو كما قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه على فكرة كمان شيء مهم المحبة في الكتاب المقدس هي مصاحبة لكل الصفات الإلهية محبة الله بتشوفها من خلال النعمة بتشوفها من خلال الرحمة بتشوفها من خلال الخير من خلال الصلاح فتسير مع كل الصفات الإلهية بتوازن وتناغم لأن طبيعة الله هي المحبة هذه المحبة من أجلك أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر